سعياً إلى تمكين المرأة في المجتمع وخاصة المتعطلات منهن عن العمل نظم مركز الطفيل النموذجي معرضه السنوي للأشغال والحرف اليدوية التفاصيل في هذا التقرير يأتي هذا المعرض لاختتام أنشطة المركز على مدار العام التي اجتملت العديد من الدورات التدريبية استفاد منها مئات الفتيات في المحافظة بهدف تمكين المرأة في المجتمع المحلي وتوفير الفرص اللازمة لتحسين مداخلهم عبر مهارات مختلفة يكتسبنها يقوم المركز بالعديد من الدورات التدريبية في مجال الحرف اليدوية والأشغال اليدوية تقد هذه الدورات على مدار شهر أو شهرين حسب طبيعة الدورة نقوم من خلالها بإكساب الصبايا والفتيات في المحافظة على مهارات حرفة منوعة نحن نطلب دعم كل هذه الشابات أن يعمل مشروع جماعي من ناحية تقدم لهذه البنات حتى يساعدهم مردود للدخل يعود على أسرتهم وعليهم بالنفع أكمل وزير الشباب أكد خلال افتتاحه المعرض على الدور الكبير الذي تقدمه مثل هذه الأنشطة في المراكز الشبابية في تمكين المجتمع مؤكدا على دعم الوزارة مثل هذه المشاريع قمنا في هذا اليوم بالاطلاع على ما تم عمله في مركز الشباب الطفيلة من دورات استفاد منها عدد كبير من الفتيات الشباب المنتسبات والذي يرتادن على مركز الشباب الطفيلة اطلعنا على عدد من الدورات التي تم إقامتها خلال هذا العام في المركز والذي استفاد منه في إحدى الدورات كما أعلمتني رئيسة المركز إحدى هذه الدورات استفادت منها 300 شابة تأكدوا تماما كل الإمكانيات الموجودة في وزارة الشباب هي لدعم هذه المبادرات مركز شبات الطفيلة النموذجي تجربة ريادية على الأخرين أن يتعلموا منها تحتاج إلى دعم مباشر من الجهات المعنية فهل لا بادرت هذه الجهات وقدمت يد العون موسيقى